متجاوزا سيجيل ميسي ورونالدو ومارادونا تلميذ أوكراني يبلغ من العمر 14 عاما يحطم رقما قياسيا وطنيا في التحكم بالكرة حول هذه الموهبة الكروية نتعرف في التقرير التالي تهنينا لك يا ساشا لقد حققت رقما قياسيا أوكرانيا جديدا التسجيل الذي قام فيه ساشا بركل الكرة 384 مرة طار عبر الإنترنت يقول الفتى إنه أراد أن يتشبه بلعبي كرة القدم المشهورين أردت تحطيم أرقام لاعبي كرة القدم الشهيرين القياسية فبدأت بركل الكرة حطمت رقما ليونال ميسيا القياسي وفتحت من بعد ذلك كتاب الأرقام القياسية الأوكرانية فلم أجد رقما قياسيا مسجلا وأردت أن أتقدم بطلبين لكتاب الأرقام القياسية الأوكرانية قرر لاعب كرة القدم الشاب أن يتعبد إنجازه الخاص أمام أعين مئات المتفرجين وممثلي كتاب الأرقام القياسية الأوكرانية رغم الشمس الحارقة كل تركيز أليكساندر منصب على النتيجة قام بركل الكرة لمدة 36 دقيقة دون توقف فحطم بالنتيجة رقمه القياسي رقم نيمار 2123 مرة وكريستيانو رونالدو 2911 مرة وليونال ميسي 3168 ورقم أليكساندر أوميلتشوك 4161 مرة كنت مضطربا بعض الشيء ولكن عندما بدأت بركل الكرة اختفى الإضطراب توقعت أن أركي لها 4000 مرة ولكن الرقم كان أكبر من ذلك بقليل جاءت كل الأسرة لتشجيع صاحب الرقم القياسي ولقد اختبر والد ساشا قدراته أيضا الأمر صعب صعب للغاية كم مرة يمكنك ركل الكرة؟ في صغري كنت أركلها 40 مرة أما الآن فخمس مرات فقط نويساش التوقف عند هذا الإنجاز ويخطط لتحطيم الرقم القياسي العالمي الذي سجله رونالدينيو وهو 7500 ركلة للكرة دون توقف اشتركوا في القناة